النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحد الثاني من نيسان نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم مرتفع جوي شبه مداري علوي بدأ يتعمق في أجواء المنطقة مع ساعات نهار اليوم الأحد سيكون هذا المرتفع الجوي مدعوما علويا بكتلة هوائية بمدارية علوية دافئة إلى حارة نسبيا تترافق هذه الكتلة الهوائية مع هذا المرتفع الجوي العلوي مع سلسلة من المرتفعات الجوية السطحية لتتشكل منظومة ضغط جوي مرتفع تسيطر على أجزاء واسعة من المنطقة خلال قادم الأيام تتسبب بعد مشية الله تعالى بارتفاع صريح في درجات الحرارة واستقراء في الأجواء بصفة عامة بناء على هذا التحليل يتوزع ضغط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقصر يوم الأحد ربيعيا غائما إلى غائما جزئيا وذلك على العموم مناطق الساحل وأجزاء واسعة من شمال غرب البلاد وأجزاء واسعة من الجزيرة تشرق الشمس مع بعض السحب المتفرقة على مناطق الوسطى والجنوبية وتكون درجات الحرارة عند قيمها المسجلة بالأمس مع 19 درجات المئوية نهارا وأتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية في الحقيقة ستبقى حركة الرياح اليوم الأحد وخاصة خلال ساعة العصر غربية نشطة عند 30 كيلو مترا في الساعة نهار الاثنين تشهد المنطقة استقرارا واضحا وأجواء ربيعية واضحا تسيطر من خلالها درجات حرارة أعلى من المعدل حيث توقع أن تسجل 25 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 10 درجات مئوية تبقى الأجواء مشمسة ومع انتشار ضعيف لبعض السحب الرقيقة والعالية وتكون الرياح هادئة شرقية عند 10 كيلو مترات في الساعة من المتوقع ومع ساعات نهار الثلاثة أن تصل ذروة تعمق المنظومة الجوية ذات المرتفعات الجوية في طبقات الجوي كافة حيث توقع أن تشهد درجات حرارة فان جديدا لتلامس 28 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 11 درجات مئوية حركة الرياح تبقى شرقية هادئة وساكنة عند 10 كيلو مترات في الساعة من المتوقع يكون التقص بصفية عامة مشمسا مع انتشار لبعض السحب العالية والرقيقة حيث توقع يكون أقرب للساديمي المغبر وخاصة على مناطق الجزيرة خلال ساعات نهار الثلاثة في التوقعات متوسطة وبعث مدنة توقع بالذلالة تميلها درجات حرارة للانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع مع حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي نهار الخميس والجمعة ثم تعود الأجواء ربيعية مع مطلع الأسبوع القادم ودرجات حرارة حول معدلاتهم مثل هذه الفترة من السنة بإذن الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق طورات حالة جوية القادمة الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون